الجيش الباكستاني يعلن نجاحه في قتل السعود عدنان شوكري جمعة أحد أبرز قادة تنظيم القاعدة في باكستان خلال الساعات الأولى من يوم السبت في منطقة سيورساك في جنوب إقليم وزيرستان. شوكري جمعة السعود المولد الذي أقام لأعوام في الولايات المتحدة الأمريكية يعتبر من أعضاء تنظيم الدين المسلح المطلوبين من طرف واشنطن لضلوعه المفترض في التخطيط لتنفيذ اعتداء داخل قطار أنفاق مدينة نيويورك عام 2009. بالنسبة للأمريكيين كان شوكري جمعة يقود العمليات الخارجية تدخل القاعدة. القوات الباكستانية ذكرت أن أحد جنودها قتل في العملية وجرح آخر فيما تمكنت من قتل بعض رفقاء شوكري جمعة.